عود ليش الأب بابا والأم ماما والأخ أخويا ليش مو خاخة والله العظيم يعني ليش مو خاخة زينوك فوق فوق ليش عود أيام الأسبوع تبدي أحد يعني واحد ثنيا يعني ثنيا ثلاثاء يعني ثلاثة أربعاء يعني أربعة خميس يعني خمسة جمعة ليش ليش مو سديس سبيع والله شنو الجمعة وسبت إنتا بديتها بخميس سديس سبيع شنو الجمعة وسبت شوفوا شوا على فكرة اليوماني راح أقضيها تمدديش متمدد بعد ما أقصرنا قديمين يا معويت صرنا عائلة وحدة ما أقضي بعض رسميات يتشي وأقعد متشتف وأقعد على مدري شنو نتمدد شريد منك هسة تروح تجيب تشبوسة ونساتل وتتمدد وتلبس وتلبس السماعات وتندمج وياي على فكرة إن شاء الله يصير بك شلل إذا مشيت الفيديو الثانية ثانية ممنوعة تمشي الفيديو صحيح شباب من هو أول وحدة حطت مكياج بالدنيا؟ تعالوا البنات تعالوا من هو اللي يخترع المكياج؟ من هو أول وحدة قالت خلى حط حمرة وكحلة وتمكياج؟ شوفوا أول إنسانة حطت مكياج هي إنسانة مصرية بزمن الفراعنة اسمها كليوباترا شو الأوفر؟ قبل أربعة آلاف سنة كانت وحدة اسمها كليوباترا حطت مكياج ومنها لاست قامت متن عرف الحلوة من المحلوة فهايا كليوباترا أول ما استخدمت المكياج حطت كحلة بعينها وبحواجبها هما كانوا يستخدمون الكحلة للعين وللحاجب فهاي الكحلة كانوا يصنعوها من دهون الأغنام يعني تخيل شحم الطلي كانوا يخبطونه يا رماد ويحطوه بعينهم يعني تخيل كانت تحط ليه بعينها وانت تعرف مكان الليه وين بالطلي تلعب لي وراه يعني تحط يكز الطلي بعينها بالنسبة للحمرة يقولوا قبل كانت تصنعها من الخنافس طرع على فكرة ما قاعدة شاقل أكو نوع من أنواع الخنافس يكون لونه أحمر فهي نفسه كليوباترا صنعت الحمرة من عدة ومنا طش المكياج وصاروا ما يستخدمون عنه البنات الجقمات أكو بنات ماكو إذا هيك تسوي إيش بظافرك بوجهين تبوع جوظافرك تلقى قطعة دهنية صار هيك ما المكياج والله العظيم جرب تجيب خاشوقة على بعض البنات اللي حطها المكياج بس يتسوي على خدها راح تلقى أكو قيمر قاله إيش صار عليها صدق والله ماذا تشد بجربها صحيح إحنا ليش من نشوف واحد نايمي نقول له هذا نايمي بسابع نومه ودائما هاي نقولها من نشوف واحد كل شنايم بحيث ما يقعد حتى له يمه هوسي هي شنية السابع نومة وش معنى سابع نومة ليش هنه سبع نومات شنو هذ المثل شوفوا مراحل النوم خمسة المرحلة الأولى هاي المرحلة هي بالبداية من تكون إنه إنت خامل وجسمك تعبان وهستوق ده تريد تنام ومغمض عينك وجسمك يكون ده يسترخ شوية شوية المرحلة الثانية هاي المرحلة اللي تكون بيها إنه إنت هستوق نمت يعني بعدك كيتش مصالك دقيقة يسمون هاي المرحلة بالنوم الخفيف يعني احتمال أي واحد يصيح يمك أو يحتي يمك تفز وتقعد وده تسمع دائر ما دائرك شنو ده يصير فبهاي المرحلة تكون دقات قلبك ده تبطأ شوية شوية صير بطيئة المرحلة الثالثة تعتبر مرحلة النوم العميق معناها إنه إنت رسميا نمت وقيمت ما تحسب شيء المرحلة الرابعة هاي المرحلة تكون بيها إنه إنت نمت بعمق أكثر من المرحلة الثالثة اللي راحت بحيث بهاي المرحلة حتى ضايق يمك هو ستة مراح تقعد ولا راح تحسب شيء حتى لو واحد يلعب بشعرك التما تفز المرحلة الخامسة هاي المرحلة تكون عكس كل المراحلة اللي إنت مريت بيها بحيث بهاي المرحلة راح تتسارع دقات قلبك والتنفس يصير عندك أسرع وأحيانا أصابع عيدك ورجلك تقوم تتحرك حركات بسيطة بدون ما تدري فبهاي المرحلة انت تقوم تحلم وهالشي بسبب زيادة نشاط الدماغ بهاي المرحلة بالذات يكون دماغك كلش نشط فلهالسبب انه تجيك أحلام فهاي هي مراحل النوم هي خمس مراحل بس مو سبعة هالمفروض مني نشوف واحد نايمين قل لاته نايم بخامس نومة مو بسابع نومة بس انت تعرفون احنا نحب نبالغ يعني العراقيين أو العالم أو الدنيا كلها لازم يتبالغ يعني الفنايم بسابع نومة هو ما يعرف شوني سابع نومة احنا نايمة بسابع نومة اوه هذا نايمة بسابع نومة اوه انت نايمة بسابع نومة احنا شوف اهمك شوني سابع نومة لو بس تعتي بس حلق بس حلق اشوفك بس حلق تنطق تقول شي واكو فمثل ما قلت لكم احنا ناس مبالغ حتى ذا واحد من تضريئ انتو وتأخر خمس دقائق تقول لي معود وان تصد صال لي ساعة واقف لك اكو حتى مرات ناس من نطلع لهم بتاخد تقول لي وانا كم عود صال لي سنة واقف لك سنة تخيل سنة صال لي سنة واقف لي صحيح ما ملاحظين ليش الام من يسافر بينها او يروح لفد مكان خطر او مثلا يروح لفد مكان بعيد الذب ورا مي ليش طبعا هاي العادة موجودة بكل بلدان العالم الام يسويها او الاخت او الزوجة من يطلع زوجها من يروح الشغل بعيد فالنسوان داما يسووها لانو يعتقدون انو اذا ذبوا ورا مي راح يروح ويرجع مثل المي شون ربط شوفوا المي من يتبخر راح يروح فينزل مطر تعمتوا يعني المي ما يختفي ابد يروح وييجي فيذبون ورا مي عنا مود مثل المي يروح ويجي والمي همي انا على اساس يدل على السهولة والتوفيق والحاض ومن هاي الشغلات فما اعتقد هاي الفكرة صحيحة يعني او او موجودة بالقرآن او بالدين مجرد عاداته تقاليد يعني زي منو اختراحها منو طقت بدماغ يقال لا خلذ بورها مي حتى يروح يرجع مثل المي شوفوا بعثت عليها واكتشفت انو اللي اختراحها احنا العراقيين السومريين السومريين قبل كانوا يعبدون اله يمكن اسمه انكي سامعين بإله اسمه انكي هذا الاله اللي اسمه انكي يصبحوا لاله الماء فكانوا السومريين قبل يديرون وراء اللي يطالع او راح يحارب او راح يفد مكان بعيد او مسافر يديرون وراء مي على مد انو الاله انكي يحفظهم لان هو اله الماء فهاي العادة كانت موجودة قبل 3000 سنة قبل الميلاد تخيل والحد هذا الوقت قلنا نسويها وقاموا حتى الاتراك الحد هس يسووها اذا شايفين بالمسلسلات يعني باختصار خمطة والفكرة من عندنا احنا داما مخموطين وماحد يذكرنا بخير واكوا حيانا يقولون الشخص اللي يتكرها ذب وراه سبع حجارات شنو الرقم سبع اللي بكل شي حاطي سبعة 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 أسا يجيني واحد يقول لي علوان الطيف سبعة عدد السماوات سبعة عدد الجنة سبعة عدد الشنو بعد ايام الاسبوع سبعة ترى صدفة عادي ترى صدفة راح ينتي لانا وبعدنا ما يعرف شنو الغاية من السبعة صدفة شوفوا هي كل اعادات وتقاليد ناس فارغة هو البشر شنون يقضي وكتب هاي الدنيا يعني تخيل انو هذا الانسان راح عيش فاستين سنة شون يقضيها لازم يبتكر شغلات ما لها داعي يقعد يسويها على مود يمشي الوقت بسرعة ويطقطق نعالاته ويندفن ويروح يتحاسب يعني شون يقضي وقته لازم يطلع العادات والتقاليد ما لها معنى مثل جماعة اهل العقول وخط الفنجان يلا ما يضل يصب لك يا اخي ماريد يا اخي ما مقتنعباء العادات ماريد شنو معناه شنو راح يطبب جيبي منه سويها هاته مو بوابة عرب مو بوابة عرب بوابة يهود يهود سؤال منه اللي يخترع العطر شوفوا هاي الناس الزينة امو كان ما تقلي خض بالفندان خض الفندان مني على المسرج طيب شلم مني يمني يجي يسرع ميسر شلم مني يجي يسرع لي يمني امو كان ما تسو هاد الشي روح بتكر شغلة تفيد المجتمع تدري حسا لو ماكو عطر ترس احنا جايفين شوفت هذول الناس هذول الناس يا هادات يا تشفيك تتحس يتتحس ستة فنرجع الموضوع له من اللي يخترع العطر يعني منه اول واحد حط ريحة ما تفكرون اكيد قبل كانت الناس خايسة ريحة باطة تكتل يعني اكيد قبل اللي يخترعون العطر شوفوا قبل بالعصر الحجري كان الانسان يجمع ورود ويحطهم بمكان ويحرقهم فهذا الورود راح يطلع عن عطر طيب فيصير المكان بريحة طيبة يعني من زمان الانسان كان ذواق وعده حاسة الشيم ويعرف شنو شي اسمه عطور اول عطر الصنعوه بالعالم يعني شتبخه هما اليونان قبل اربع تالاف سنة شوفوا اليونان بكل عزلة طامة تاريخهم يمكن من اقدم من اقدم التاريخات لو من اقدم التواريخ لو من اقدم التاريخ هس ايش اقول المهم حضاراتهم كلش قديمة من اقدم الحضارات فتلقاهم بكل عزلة طامة بكل سهل فهما تلقاهم مخترعين ايش تبحث عنه قديم حتى العلج الذي حشيتكم عليه بالحلقة الراحة طلعوا هما اللي هما مخترعين كلشي اليونان تلقام لان اليونان حضارة عريقة مطبيعية فشانت اليونان تجمع الورود وتعصرهم وتطلع الخلاصة مالتهم وتسوي عطر فبعدين بسنة 1190 اول محل عطور انفتح وقام يبيع عطور هو بفرنسا بباريس فهذا كان اول محل بيع عطور بالعالم و لا سبب احنا داما نسمع بكلمة عطر فرنسي ما سامعين بيها داما يقولون هذا عطر فرنسي كله تشيذب كوبي صيني كلاواتي يطير شو تشيذب شبي كوبي انا كوشي اصلي العادة اسم مكدونالدز ما عدنى بالعراق لو تسأني شو يعني مكدونالدز وعسال بورجر كينج او كي اف سي لا تسأني لا تسأني بحث 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 بالجوجل هذنى مطاعم عالمية هذنى مطاعم عالمية هذنى صالين من الخمسينات المطاعم يبيعون بورجر و كينتاكي و الاخره من هالاكلات يعني دومينو سبيتزا عدكم هذنى كل هذنى مفتوحات بالعراق تخيل هذي عطر فرنسي ابو جبار صحيح يكتبوا لي بالتعليقات شنو اسم العطر اللي تحبوه صحيح ليش من نحلم حلم موزيا يقولون نروح تشوف الحمام سامعين بهذا الشي مو شوفوا هايها معادات وتقاليد ومعتقدات عراقية بحت قبل مئات السنين كانوا يعتقدون انو اذا حشيت الحلم بالحمام مراح يتحقق والحد هسه اغلب العراقين يسووهم ان يحلمون حلم موزيا قبل طبول الحمام ويروحون يحشوه حتى انا يسوي هذا الشي من نحلم حلم موزيا قبل اروح احشي بالحمام وصدق ما يتحقق زين هالشي معناه انو هذا الشي صحيح لا مو صحيح زين ليش ده يتحقق لان هالشي انا مقتنع بي ومعتقد بي خلعت شونكم شغلة تمام ركزين بيها اي شي تسوو وتصدقون بي وتؤمنون بي وتعتقدون بي صدق راح يصير يعني هاي مجربة الف بالمئة يعني حتى اذا ضيعت الف من جيبك واعتقدت انو انو راح تلقاه نفس مكان ما ضيعت صدق تروح تلقاه ماعرف يصير التغيير بالزمن وماعرف هو حتى اللي لاقي يرجع يرجع ماعرف صدق صدق والله اي شي تؤمن بي راح يصير حتى الدعاء اللي تدعي اذا تؤمن انو الله راح يستجاب منك صدق يستجاب منك لانو الايمان هو غريزة بداخلنا ورب العالمين يحب المؤمنين تشوف ايمان مؤمنين يعني من تدعي من كل قلبك بايمان وتمؤمن انو راح يستجاب لك صدق راح يستجاب لك هاي من جانب الديني من جانب العقلي والروحي والنفسي اذا جبت اتها حتى طابوقة جبت طابوقة وردت تضربها بس قبل ما ضربتها ايش بيدك يعني قبل ما راح تضربها بيدك اعتقدت انو ايدك راح تكسر هاي الطابوقة صدق الطابوقة تنكسر والشي مجرب اكو فيديوهات على يوتيوب ناس يكسرون الطابوقة بيدهم لانو هذا مرسخ بدماغه انو يعني شو انا قللك مركز القوة كلها بايده بدماغه تمام ما اعتقد بهذا الشي العقل عنده قوة خارقة ومو كل البشر يعرفون يستخدمون قوة العقل يعني اذا جبت تشيس واعتقدت انو هذا تشيس ببركة وذا خليتها جوا راسك ونمت راح بعد ما تحلم احلام مو زينة صدق قل ما تحلم احلام مو زينة ما تخليه جوا راسك هو تشيس على فكرة اكلها بعلم النفس تدري مرة جربت شغلة وصدق صارت مرة صديقي شار راسي واجعة حلو فقل لي ما عندك حبايما الوجع راس براسيتول بنادول فاني رح تدور لي مرة رح تدور ما لقيت فشفتك بالي اكو مسقول حامض حلو هذا اذا تعرفوه هذا الحامض حلو هو المسقول هيتش يصير مدور يشبه الحبوب ما الوجع راس او ايشي فوديته الي واجبت له قلاس مي كان يشربه ورا ما شربه بربع ساعة صار زين قل لي الف رحمة على والديك شون حباي هاي قلت له ترى هاي حامض حلو فشوفوا هذا منطيته مسقوله وبلعها دماغه كان مقتنع انه هو دايب لعدوه فدماغه دزق اعازات للراس بحيث خلى نفسه تشعر بالاطمئنان فنفسيا هو صار زين لهذا السبب راح الالم من راسه افتهمتوا الفكرة ارد branded لو مพتهمتوا هاي يدربون هاي الكوم فو وباليابان هاي النينجا وبصلين كوم فو هاي الكاراتيه و ذنين الحركات ف ياكوا بيهن من últimaفق قبل الجسد بحيث داما تلقي الصينيين الليعبون كاراتيا و كونفو ما عدهم عضلات هم يمرنون الدماغ مالتهم اوكي فمن يمرنون دماغهم راح يصير حتى ضربتهم اقوى من اللي عده عضلات لانه قلت لك الدماغ ذا قطنع انه هذا الايده راح تفلش الحائط ببوكيس صديق راح يتفلش الحائط فتتخيل يمشي عالجمر وما يحس بحرارة لاو مو بس ما يحس بحرارة رجلة ما تحترق يعني هس اوكي حتى اذا انت انه اخليك فاقد الوعي واتجيب جمرة احطها جوا رجلك انت مراح تحس بالالم بس مراح تقعد راح تلقي نفسك انه رجلك معطبة بس هذا لا يمشي عالجمر ومن ينزل من الجمر رجلة ما بياشي قاعدت تتخيل؟ زين تدري اذا اقتناعت انه انت تطير وطير يعني مثل الحمام والهواية صديق راح تطير مو معنى هاذ بروحك بنسطعي ما هو اداشاقل مو له الدرجة بس اوكي يعني مرات عدي افكار غريبة يعني بصراحة والله العظيمة دعتشي لكم ايه ممكن تضعكون او ماعرف مرات اصفن واقول كم قلاس مي ااني شارب من انولدت لي هسه اذا اجمع هاد المي اللي ااني شاربه من انولدت لي هسه رايكم يطلع ااني شارب بحر كامل يعني اذا طلع من جسمي كله وهذا ويتشي اجمع اللي ااني شاربهين من ولدت لي هسه مايصر بيصر خعمي نهر مايصر نهر اه والله ترفتشي شباب يعني ما تجيكم ايه افكار ما انا بخابي والله العظيم لو بس انا بخبل او او مثلا مثلا اقول شكد ااني ماشي على رجلي من الولدت لي هسه او من من ولدت يعني من ولدت اكيد ما تشنتمشي يعني من بدي اتمشي لحد هسه شكد ماشي على رجلي يطلع يمكن احتمال ااني فار الكرة الارضية مرتين تخير والله العظيم هو بس بزيارة الاربعين اذا اروح نمشي كومه لو نجمع زيارة الاربعين اطلع من انا للمكسيك سؤال ليش الانسان يدثاوب هو شنو التثاوب لحد يقول اوه مو افتهمت بس شنو هو يعني ليش ليش يصير شوفوا الانسان مين يدثاوب راح تتوقف عندك كل الاجهزة الحسية يعني كل مشاعر الاحساس توقف مضاملة حاثة السمع حاثة البصر تخوف شوي يعني ونتثوب ترجع فمن راح تثوب شبه راح تنعزل عن العالم الخارجي وهذا الشي لمدة 6 ثواني اكثر شي زين اش مين نحن يجينا هذا الاحساس ونتثوب ليش شوف جسمك من يحتاج اوكسجين اكو من رب العالمين يصير عندك هاي الحالة ما التثوب من راح تثوب راح تفتح حلقك فراح ينفتح بلعومك ويصير حجمه اربع مرات من هذا الحجم الطبيعي هسه فبعدها راح يفوت الاوكسجين للرأتين مالتك وعلى فكرة التثوب ما لا علاقة بالنعاس نهائيا يعني مو من التثوب معناه ان تنعزان قريس ها شو التثوب شنو نعزيت هاي هاي ها سوافتهم يعني اوكسجين 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 حبيبي من تنعز راح تكون خامل تمام فالخمول والتعب البيك راح يخليك اولا تفتح حلقك وخشمك شوية تقلصه اه فشنوه راح يصير ادك قلة بالتنفس اوكي يعني بشكل عام انه تتتخمل وما تقوم تتنفس بصورة صحيحة مثل ما تكون الصحصح وتركض وتتحرك فعلمة يحتاج اصلا رائتين اوكسجين فعنت مرة حتكون خامل تلقائيا تجيك هالحالة لأنه جسمك معوز اوكسجين اوكي انا اكتشفت شي جديد بواحتمال ما احد ما اكتشفه بالعالم كله انا من زمان ملاحظ من اشوف واحد يتثوب اقوم اتثوب ويا لا اراديا بس اذكر مرة اتشنت بالمدرسة قاعد اخير رحلة اوكي كان اكو واحد قاعد يعني بالسرة اللي بصفي يعني هذا السراية انا قاعد اخير رحلة بصفي بالسرة اللي بصفي كان قاعد واحد هذا قام يتثوب تمام فشفت واحد لي قدام قاعد اول رحلة قام يتثوب تمام قلت يجوه صدفة فشفت واحد ثاني قام يتثوب قاعد بذاك السرة حلو زين هنا شنو اللي انا استغربت منه انو اللي لاحتى ذول التلاثة الثوبة وما حتشاف الثاني بدا هذا اللي بصفي اللي قاعد اول رحلة ما يبوع لي ورا ويشوفه تمام شون تثوب واللي قاعد بناك اصلا لا شوف هذا ولا شوف ذاك اللي قاعد قبالي لان انا دبوع عليهم زين شنو هاد السر اللي انا لاحظته اللي اللي سوى كون نكشن واتصال بين هذول الثلاثة وخلاهم يتثوبون سوى اذا الشغلة مو شغلة نظر ولا شغلة تشوف هم مو يقولون الا تشوف واحد يتثوب راح تقوم تثوبوا يا فاني اللي اكتشفته انو حتى ذا انت شنت اعمه واحد الثوب بالغرفة اللي انت قاعد بيه تهم راح تثوب مال علاقة بالنظر وماعرف شنو السر اللي يخلي الانسان يتثوب من اكو واحد يتثوب داير مدايره هي هاي الفكرة مو سالفة ان النظر من يشوف واحد يتثوب عن قوم اتثوبوا يا هم مرات تفكرون مثلي وتقولون يجوز اكو غير ناس عايشة مو بس سحنة واكو كرة ارضية نفس مالتنا بها ناس عايشين مثلنا يعني انا مرات افكر واقول يجوز رب العالمين ما خالق بس هذا العالم خالق غير عالم ثاني او عالم ثالث ورابع وخامس يعني خالق عوالم احنا ما ندري بيها اصلا وما نقدر نوصل له يعني شو انا فهمك تخيل هذا المربع هو عالمنا تمام هذا المربع بكرة ارضية وبقمر وشمس وكواكب ويعني مجموعة الشمسية كلها هاي هو هذا المربع بس واكو بصفة مربع ثاني بكرة ارضية وقمر وشمس وكواكب ومجموعة الشمسية كلها واكو بصفة مربع ثالث نفس الحالة بنفس الحتي مربع رابع بنفس الحتي مربع خامس بنفس الحتي بس بين مربع ومربعك وفاصل من قدر ما يقدر واحد يسوي طبعة ثاني اسلاً ما بنقدر نشوفه ولا نقدر نتواصل ويياه g Pilot فهموني وكل مربع بكرة أرضية وبهالكرة أرضية أكو ناس عايشين وبكل كرة أرضية اكو انبياء يختلفون عن الانبياء اللي يجوني وناس يختلفون عن الناس اللي موجودة عدنا وحالات من المادية تختلف عن حالاتنا المادية واحتمال طريقة كلامهم تختلف عن طريقة كلامنا لغتهم تختلف عن لغتنا كانت تتخيلون تتوقعون اي شي اكله ماكو. مرات من نصف بهاي الشغلات احس نفسي رحت لغير عالم طريت. يعني اي شي حلو واحد يفكر بشغلات يعني ما لها وجود يعني يا باي شون تنمي عقلك واحتمال تبتكر شغلات من هذا التفكير طريقة اللي ببالك. صحيح بالبداية شوي عقلك يقوم يهاجعك بس بعدين صر من هواياتك المفضل انه قدت تفكر باشياء يعني منطقية تقريبا بس ومو منطقية يعني فات شي ما عارف شون اوصف لكيها. اريدكم تكتبولي بالتعلي شنو الفكرة الغريبة اللي يتوا داما تفكرون بيها. تمام او فكرة هي ما موجودة بس تتوقعون موجودة تدرون كل ما يمر الزمن يقصر عمر الانسان يعني قبل الالاف السنين كان الانسان يعيش اطول من ما يعيش هسه يعني هسه بالقوة واحد يوصل عمره 60 سنة ويتعب ويتمرض ويموت احتمال ونادرا ما تلقي واحد عمره 80 90 يعني نادرا ما تلقي واحد قبل كان الانسان يعمر يعني يعيش فوق المية وخمسين سنة ميتين سنة ميتين وخمسين سنة فكل ما تتقدم الدنيا بالزمن كل ما عمر الانسان يقصر ليش شوفوا الانسان كل ما يتطور كل ما يبتكر شغلات جديدة ويخترع شغلات جديدة هاي الشغلات راح تأثر على المناخ راح تأثر على الطبيعة يعني تخيل الانسان من ايجع الكرة الارضية دمرها خصوصا بالعصور الحديثة قبل كانت الكرة الارضية كلها حقول ومزارع واشجار وغابات وانهار ما كوا ما يقدر يدخل بها البشر ويغير منها واشقد ما حاول يعني يفلش وهاي ما يقدر يخرب مناخها ويلوث جوهة مثل هسه هسه صارت اكوا مصانع ومعامل ومولدات طاقة وسيارات ويعني اماكن اكتشافات واختراعات واماكن ما التجارب كل هايه ادت الى تلوث الجو ودخان وابخرة ومدري شنو اكتشافات ودمج ومزج وحتى الحروب حتى الحروب قامت يطلع منها امراض يعني اكوا عندك حروب طلعت الطاعون بسبب القنابل النووية الكوليرة والمدري شنو الامراض كوما امراض يعني هالا امراض سرطانية الله يبعدكم عليها ويبعدنا كلها صارت عن طريق الحروب قبل ما كانت تكو امراض فكل ما يتقدم العمر بالانسان كل ما يطور الزمن كل ما الانسان يلوث الطبيعة اكثر شوفه قبل كانت الدنيا متروسة غابات واشجار بالعصر الحديث الانسان قام يبني بنايات ويشيل الاشجار تمام يشيل الثيل يشيل البستان ويسوي بيه مدينة يوخر الحشيش والوريد والمدري شنو يسوي شارع ويبلطي تمام فكلها اثرت على الطبيعة الطبيعة قاعدة تموت يوم مرا يوم شون رح اصر نهاية العالم احنا بيدنا نسويها يعني وصحب امر من رب العالمين بس احنا بسبب انه احنا عدنا نلعب نلعب بالمناخد نكتشف ونخترع وشون شون رح يصير عدك خلخلة بالكرة الارضية ويصير زلازل فمن رب العالمين هذا الشي فاحنا رح ندمر الكرة الارضية يعني قاعد ندمرها يوم ورا يوم فهذا الشي قد يأثر على عمر الإنسان الانسان قام ما يتحمل يعيش في هاي الطبيعة فوق الستين سنة قلقوة يعني نادرا ما تلقى ناسية عيشة فوق الستين سبعين ثمانين نادرا لان قامت البيئة متوالمة قبل تدرون كان النبي نوح عمره تسعمية وخمسين سنة تخيل واحد عمره تسعمية وخمسين سنة تخيلاتها تعيش تسعمية وخمسين سنة شو تشوف من هالدنيا وواحد يصار عمره 40 سنة يقولوا شو وقته موت واخلص من هالدنيا تخيل نبي نوح عمره 950 سنة آه ماي جود هذي شايف الدنيا كله الساحتة بايروس كورونا طلع من عندنا من وراء افعال البشر مو يشوي جواحنا دخيل احنا سويناه ترى تدرون هسا تصير بالدنيا من وراء كورونا الدنيا مقلوبة الدول اقتصادها واقف الحياة شبه ميتة الشوارع فارغة شغل ماكو الموظفين قاعدين ببيوتهم رواتب ماكو دوار الدولة فارغة المدارس قاعدت حتى باللبلي بقاب بعد ما احد يشتر منه وهذه ماي يجي بخطيئة ويو قوي طلع عشرة الاف الطيران واقف بعد ما تقدر تسافر اذا كان عندك شخص على شيء عليه قاعد خارج بلدك ما راح تقدر تروح ليب سبب انه ماكو طيران وحجر صحي ومادري شنو فاته تخيل صار بالدنيا عسه احنا على بواب شبه ناية العالم قاعد تلاحظون شكو شي دا نشوفه بالتلفزيون دا يصير بالواقع بالافلام الرعب سوان زومبي او افلام فيروسات وامراض وانتشار كلها كلها سيطبق بالواقع تره وتدرون انذا انتشر هذا الفيروس بعد مثل هذا الانتشار فادمرتيا حتى النت ينقطيع والتلفزيون ينقطيع والكهرباء ينقطيع لان هذول دا يشتغلون به هاي الدوار من انترنيت او الكهرباء كلهم راح يفلتون هذا واحد اكيد يعني راح كم واحد منهم يصير به هذا المرض لان راح ينتشر فيعفون شغلهم ينهزمون كل من يصح يا روحي فكل شي راح يتوقف يعني الكهرباء راح توقف وما كهرباء وما كنت النتهم راح يتعطل ويروح فراح تصير نهاية العالم شو به نهاية العالم قاعد تلاحظون فتدريجيا راح الكون يرجع مثل البداية من احنا راح نموت او كل العالم يموتون ويبقى بس الحيوان عايش على الكرة الارضية راح تبدي الزرع يطلع فوق البيوت والطبيعة تاخذ مجراه لان احنا الميان ودينيا دخلاء على هذ الكوكب تمام شوفوا سبحان الله رغم تطور البشر وبهذا الوقت كل شي قمنا نعرف وكل شي قمنا نصنع وكل شي قمنا نعالج بس رب العالمين يقدر يوقف الحياة بجرثومة وحدة بجرثومة صغيرة يقدر يتشي يدهي العالم كله وشوفوا كورونا سوا بالعالم فيارات شوية نتعظ ونبطل غرور وتكبر ونعرف حجمنا ترى احنا شو اقول لك يمكن لا شيء احنا يتشي نقطة صغيرة يعني انت اللي بسوي روحك ظالم وده تظلم وده تسوي شغلات تأذي بيها غيرك انت هيشي فسفوسة شنو انت هيشي انت ناثينك 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 مو بصوت عالي انت شو انت هاذ انت هيشي ماكوشي انت هيشي بابا انت انت تشيز تشيز فارغ انت هيش ناثينك كانت انت كوشي ماكو هوا 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 وبنسب الراف العالم هيشي يلا يلا يك يلا يلا تكتكينا على تكتكي يلا يمشي يمشي هيشي انت هيشي والله يظلمون ويسوون سوالف ومغرورين بريستيج هم الأوفر هذا ماتهم الزايد وهم هيشي باشر عقبة يرقهم بالنعال قبصون الدنيا واحدهم بشا يبشر على القشمة رافع لذي السقف موظف شايف روح عالعالم مدري شونه حتى بصمونة ايشي طبق ويا سوري بشي بس النسوان تعال تشوينت تشوينت بشي بس وشنو صال لي واوا هاي مثل اختك لا حبيبنا بتوقف المرة حالة حالة نعالة حالة الرجل لسوا هاي نسوالف بالتفرقة انتو زاربين بالمرعة ودت سوا نروحكم بطنين بس بس كافي كافي خلصت الحلقة خلصت يلا قوم يا عندما مر هسه بكارثة وقتلك شبه نهاية العالم وفيروس قاتل وبعد الحدثة الناس متتخلى عن سوالفها الزرباب وشكرا يلا باي باي خلصت قوم كافي 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 الخلصت الحلقة والله خلصت والله العظيم خلصت بس سد الفيديو